مشكلة التيار الكهربائي ترافق الأهالي في ديالا منذ بداية موسم الصيف هنا في مدينة بعقوبات عطلت أغلب الأجهزة الكهربائية بسبب تذبذب التيار والاعتماد على المولدات الأهلية فساعات التجهيز لا تتجاوز لعشر ساعات يومياً تترافق بانقطاعات مستمرة بالنسبة للكهرباء ساعتين بساعتين والساعتين تصعد بها خمس مرات ست مرات تصعد ميتين وخمسين ميتين وستين تنزل إلى مئة وسبعين مئة وربعين مئة وخمسين إلى تجهزة كلها ساعتين 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 ما مستفيد أما جباية التيار مستمرة كل شهر وبأسعار مختلفة يقول الأهالي أن الأغلب لا يعتمدون على المقاييس بل على التقدير الشفاهية مما أسهم بزيادة الأسعار على المواطن البسيطة الذي لا يسمع بحقوق الكهرباء ألا في يوم الجباية كهرباء صفر يعني بانكا ما تقدر الشغل ثلاثلاث ساعات أو أربع ساعات في الكهرباء جبت يعني شوفتها الميزانية يعني تقرأ شكل جور الكهرباء وتسمها تقرأ شكل الميزانية وهناك دعوات جدية مستمرة في مدينة بعقوبة برفع دعوة قضائية على وزارة الكهرباء والمطالبة بالتعويض المالي بعدما تعطلت الأجهزة وحرمان الأهالي من التيار طيلة الأشهر الثلاثة الماضية رغم الاحتياج الملح له مع ارتفاع درجات الحرارة دائل المواطنين في قضاء بعقوبة في قامة دعاوي على مدينة توزيع كهرباء ديالة أو وزارة الكهرباء التي هي متعاقدة مع الجارة إيران جباية مستمرة وبموعدها الدقيق وتيار متذبذب ولا موعد له ومواطن يعمل كل يوم انخفاض درجات الحرارة للحصول على نسبة هواء باردة ربانية بعدما فقد الأمل بالأجهزة الكهربائية من محافظة ديالة عمر العبيدي قناة الفلوجة